في حياة البشر بتحصل مصادفات كتيرة جدا وبعضها بيكون غريب ويمكن بعضنا بيمر بمصادفة غريبة مرة او اكتر في حياته لكن من ضمن مليارات البشر على وجه الارض في ناس حصلها مصادفات اغرب من اننا نصدقها في الفيديو ده نستعرض ان شاء الله مجموعة من اغرب المصادفات اللي حصلت في التاريخ ولو حبيتي وصالك كل جديد من قناة المصطبة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس وما تنساش تضغط على زر الاعجاب لو عجبك الفيديو في سنة 1940 تم تبني اخين توأم في عمر ثلاث اسابيع لأسرتين مختلفتين من ولاية اوهايو محدش من الأسرتين كان يعرف ان الطفل اللي تبناه كان ليه اخ توأم اللي اتنين تربوا بعيدة عن بعض بمسافة اكبر من 60 كيلو وما تقابلوش غير بعد 39 سنة الغريف القصة ان الاتنين كان بينهم حاجات مشتركة اكتر من اننا نصدقها الاخين تم تسميتهم جيمس وكانوا بيحبوا يكراهوا نفس الحصص الدراسية والاخين كان عندهم هواية عمل اعمال فنية من الخشب والاتنين كانوا مربيين كلاب وكل واحد منهم سمى الكلب بتاعه توي اول زوجة لكل منهم كان اسمها ليندا وحصل انفصال في الحالتين وبعد كده كل واحد فيهم تزوج بزوجة تانية اسمها بيتي الاتنين عربيتهم شوفروا ليه والاتنين في فترة من حياتهم شغلوا منصب نائب المأمور لقسم الشرطة في اماكن مختلفة كل واحد من الاخين جيمس سمى ابنه الاول جيمس الان تقريبا الحياة المتطبقة دي عاشوها قبل حتى ما يتقابلوا مع وعد يكفي اننا نعرف ان الاتنين عندهم نفس مستوى الزكاء ونفس الشخصية لدرجة ان الاختبارات بتاعتهم كأن نفس الشخص خضع للاختبار مرتين الكاتب الامريكي الساخر مارك توين كان ليه حكاية غريبة مع تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته السنة اللي تولد فيها مارك توين كانت السنة اللي مر فيها مزنب هالي الشهير والمعروف ان مزنب هالي بيبقى مرئي من الارض كل 75 او 76 سنة اللي خلى الموضوع طريف المقولة الشهيرة للكاتب واللي قال فيها انا جيت مع هالي سنة 1935 وهو هيجي مرة اخرى العام القادم واتوقع الرحيل معاه هتكون اكبر خيبة امل في حياتي لو لم ارحل مع هالي الغريب ان في السنة اللي بعدها وفي نفس اليوم اللي مر فيه المزنب رحى للكاتب عن عالمنا في سنة 1912 اثناء تحضير الممثل البريطاني الشهير انتوني هوبكنز اللي دوره في فيلم الفتاة من بيتروفكا كان بيدور على نسخة من الكتاب عشان يذاكر الشخصية قبل التصوير هوبكنز رح لندن عشان يدور على الكتاب لكن ما لقاش اي نسخة في المكتبات اللي رحها لحصن حظه هو راجع في مترو الانفاء لقى نسخة على احد الكراسي هوبكنز قبل المؤلف بعدها بسنة وحكاله حكاية الكتاب والعجيب ان المؤلف قاله ان اخر نسخة كانت معاه ضاعت في مترو الانفاء من حوالي سنة وكان لسيها على كرسي من الكراسي لفي مترو الانفاء وكان علامة النسخة دين المؤلف جورج فايفر عمل عليها بعض التعديلات لتعديل اللغة من اللهجة البريطانية لللهجة الامريكية وطبعا بعد فحص النسخة اتضح انها نفس النسخة اللي ضاعت من المؤلف على الرغم من تقدمه في السن الصيني شو ويفانج البالغ من العمر 80 سنة انقص طفل صغير عمره 8 سنوات من الغرق وطبعا العمل ده كفاية انه يخليه شخصية بطولية ذات مكانة خاصة عند عيلة الطفل ده لكن اللي خلى المكانة دي اعظم اكتشاف العجوز ان ده مش اول طفل ينقذه من نفس العيلة لان شو كان انقص طفل من الغرق من 30 سنة واللي اتضح انه كان والد نفس الطفل الكاتب والنقد الادب الامريكي اتجار الان بو نشر روايته الشهيرة قصة ارثر جوردون بيم من نانتوكت عام 1838 احداث الروايب الدور حول مجموعة من البحارة كانوا على متن سفينة لصيد الحتام السفينة تاهت في البحر بعد احداث تمرد حصلت عليها لم ينجوا من طاقم السفينة غير اربع افراد بينهم شاب صغير اسمه ريتشارد باركر وريتشارد كان هو خادم السفينة بناء على اقتراح ريتشارد باركر وبعد انتهاء المؤن اللي كانت معاهم عملوا قرعة عشان يقتلوا واحد منهم ويكلوه عشان الباقي يبقى ليه فرصة في النجاة ووقعت القرعة على ريتشارد باركر الرواية دي تعتبر الرواية الوحيدة المكتملة للكاتب واللي استوحى احداثها من قصص حقيقية لكن العجيب واللي خلى بعض الناس تعتقد ان اتجر ألم بو عنده قالت الزمن انه بعد حوالي نصف قرن بتغرق سفينة ولا ينجوا من افرادها غير اربعة والاربعة كانوا اخدوا معاهم بعض المؤن على قارب النجاة وبعد فترة المؤن بتخلص فيتفقوا انهم يقتلوا واحد منهم ويكلوه والاختيار وقع على شاب زي الرواية كان صغير وبيشتغر خادم السفينة واسمه ريتشارد باركر ودي كانت اخر قصة في الجزء الاول من سلسلة اغرب المصادفات ويريتشاركونا بتعليقاتكم عن اكتر قصة كانت غريبة بالنسبة لكم او لو عندكم تجارب شخصية عن المصادفات ييريتشاركونا بيها في التعليقات